اخبارنا ونبتدي بكرة اليد منتخب وصل الشباب تحت 21 سنة بقيادة مديره الفني كابتن صابر حسين بطل افريقيا اللي استطاع انه طبعا يتأهل لبطولة العالم من خلال فوز وبطولة افريقيا وبيلعب هذه الاسناء بطولة العالم في اليونان والمانيا في الفترة من 19 يونيو اللي احنا فيه حتى 3 يوليو منتخبنا الحياة ويع في مجموعة فيها كوبا المملكة العربية السعودية وايضا اليونان دول المجموعة الثامنة في بطولة العالم وزي قلت حضراتكم هي تنظيم مشترك ما بين اليونان والمانيا طيب منتخبنا عمل ايه اول مباركة مع كوبا والمنتخب استطاع ان يفوز 45-28 المباركة الثانية خلست من شوية كانت مع منتخب السعودية او منتخب السعودي الشقيق انتهت بـ 42-34 وخلينا استعرض مع حضراتكم اهم الارقام اللي كانت في مباركة السعودية عن مهاب سعيد خلينا الاول اقول اللعبة او لعيبة النادي الاهلي طبعا مهاب سعيد اسلام راضي عمر شريف مروان حاتم محمود عبدالعزيز جدو دول خمس لعيبة خماسي من النادي الاهلي بيشارك بشكل منتخب مع المنتخب طب ارقامهم ازاي كانت مع مباركة السعودية مهاب سعيد حط ست اهداف اسلام راضي خمس اهداف عمر شريف اربع اهداف مروان حاتم هدفين مباركة كوبا الاولى شهدت طبعا حصول اسلام راضي جناح النادي الاهلي ونجم المنتخب الوطني على جائزة احسن لعف في هذا في هذه المباراة خلينا اقول ان الخماسي بيشارك بشكل منتظم باداء جيد وليهم الحقيقة يعني باع كبير في اداء المنتخب كابتن صبر حسين طبعا زي ما حداكم انتم تفاكرين كان مدرب او مدير فني منتخب فريق الشباب في النادي الاهلي ومن سنتين تم طبعا يعني المسئولية عليه يعني تولى المسئولية في منتخب مصر واستطاع الحمدلله تأهل بيهم بطولة افريقا بعد ما فاز في المباراة النهائية على ما اتذكر فريق الجزائر وفاز فرق كبير جدا بناء عليه تأهل وكانت مباراة في رواندا او البطولة كانت في رواندا في تيكر كانت في سلك جالي 35-15 كان فرق كبير جدا من الاهداف وده كان ده النهائي انا بكلم كمان عن النهائي فرق 20 هدف يعني كان امر الحقيقة مفاجأة لنا ومفاجأة للجميع ومفاجأة لكل كرة افريقيا الحقيقة ان مصر تستطيع تفوز فرق 20 هدف في كرة اليد لأسكور كبير وبناء عليه تأهل والمنتخب حتى الان بيقدي اداء جيد الحقيقة منتخب ده منتظر منه مديليا عشان بس نبقى عارفين يعني اداء كويس وكل شيء والدنيا تمام بس كل المتابعين وكل المهتمين بكرة اليد عارفين ان المنتخب ده على مستوى العالم افريقيا طبعا زي ما حددتكم شوفت في الفاينال بيكسا بقدي على مستوى اوروبا لأ المنتخب ده منتظر له ان هو ياخد مديليا الا اذا طبعا ويع في القرع في دور التمانية مثلا مع بطل عالم مع حاجزة كده بيبعد لك ولكن المنتخب الحقيقة ده يعني متوقع له ان هو يوصل مربع بل ان هو يحصد مديليا من التلاتة سواء دهب او فضة او بروس ترجمة نانسي قنقر